قال الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية أن الوضع في الشرقي صعب للغاية وأن نصف ألوية أوكرانيا هناك غير مجهزة وأضاف نخسر الكثير من الناس لأنهم ليستوا في مركبات مسلحة ليس لديهم مدفعية وليس لديهم قذائف مدفعية زيلينسكي أوضح أن حزم مساعدات الأسلحة التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء شديد مضيفا نحتاج لتجهيز 14 لواء حتى الآن ولم نجحز بهذه الحزم حتى أربعة ألوية وأشار زيلينسكي لأن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر كبيرة نظرا للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز القوات المسلحة على النحو الملائم وتتقدم روسيا في شرق أوكرانيا بما في ذلك حول بوكورفوسك وقد يفسح استيلاء موسكو على مركز النقل المهم هذا المجال أمام فتح خطوط هجوم جديدة فنت فدى الشام العلوم أو لا يقود في عرضких محركاتين أو شيء بك ساكل ويتشنا لديه الأعجtir ولم يقود في باللويترون إذا استخدام رسيا تستخدم 12 محاولات، لدينا استخدام 1 محاولات.